بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك لكم ذكرى مولد إمامنا الباقر عليه السلام والذي تنورت الدنيا بنوره في مثل هذه الأيام المباركة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم على مثل هذه الأيام في خير وعافية إن شاء الله تعالى جاء في الرواية عن الأصبغ بن نباتة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة إلى أن قال صلوات الله عليه بالعلم يطاع الله ويعبد وبالعلم يعرف الله ويوحد وبالعلم توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام والعلم إمام العقل والعقل تابعه ثم قال عليه السلام يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء أكدت الكثير من روايات أهل البيت عليهم السلام على استحبابي ومرغوبية طلب العلم بصفته العلم مداداً وغذاءاً للروح كما أن البدنة الجسم يحتاج إلى الغذاء من الطعام والشراب كذلك روح الإنسان تحتاج إلى غذائها وهو العلم فالإنسان الذي يجانب طلب العلم وقد يبغض العلم ولا يحب العلم هذا حقيقة يوصل نفسه إلى درجة الأنعام بل ربما يتسافل حتى أقل من الأنعام نستجير بالله وإياكم من أن نكون من هؤلاء فالعلم كما في رواية حياة القلوب يعني حقيقة الإنسان وروحه والبعد المرتبط بخلوده يحتاج إلى غذاء العلم فلا ينبغي للمؤمن والذي يوالي بالخصوص أهل البيت عليهم السلام أن لا يتعلن العلم أيها الأحبة يحيي الإنسان العلم ليس مختصاً فقط بالعلماء والمتعلمين بل العلم لكل الناس ولكن كل بسعته كل بسعته كما سيتبين لنا في الكلام كلامنا عن العلم سيكون في ثلاث نقاط سريعة إن شاء الله النقطة الأولى في تعريف العلم والنقطة الثانية في أقسام العلم والنقطة الثالثة في الغاية من العلم أبدأ في النقطة الأولى ما هو العلم؟ عرف علماء اللغة العلم بتعاريفة كثيرة يعني أن كلمة العلم عندما تبحث عنها في قواميس اللغة العربية لها ما شاء الله من المعاني معاني كثيرة أبرز هذه المعاني هي التي قالوا أن العلم هو إدراك الشيء بحقيقته يعني أن الإنسان إذا أدرك الأشياء على حقيقتها كان ذلك علما دعنا أعطيك مثال مثلا لو دخل الإنسان إلى بيت من البيوت وسمع صوتا مخيفا صوت شيء مخيف مباشرة يتبادل في ذهنه إلى المخاوف الذي عنده يقول ربما هذا جان ربما شباح ربما أي شيء من أي شيء يعني يخاف منه فإذا ذهب وعرف مصدر الصوت يعني راح وبحث هاي الصوت من وين جاي شاف مثلا أن هذا الصوت قاعد يدخلني من إحدى النوافذ بمنفذ ضيق كلش بحيث أن يصدر صوت مخيف هذا العلم اللي حصل إليه بعد ما راح بحث عن الشيء هذا في اللغة العربية يسمونه علم ليش يسمونه علم؟ لأن حقيقة الصوت اللي يسمعها هو الشيء الأول مع ذلك الشيء الثاني مو الشيء الأول فالعلم باختصار هو أن يعرف الإنسان الشيء على حقيقته لذلك عندنا دعاء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم أرنا الأشياء كما هي الإنسان إذا رأى الأشياء كما هي ما يخدع الإنسان اللي يشوف الأشياء على حقيقتها ما ممكن أحد يخدعها نحن مشكلة اللي سيبعدنا والالتباس اللي سيبعدنا في وين إنه ممكن نتوهم أوهام بعض الأحيان أو إنه تلتبس علينا اللوابس فإذا التبست علينا اللوابس ما تعلمنا فالعلم يحتاج أولاً إلى أن يدرك الإنسان الشيء على حقيقته لأن إذا أدرك الإنسان حقائق الأشياء ما يخدعه لذلك نحتاج إلى هذا الدعاء كي ينورنا الله سبحانه وتعالى بالعلم النقطة الثانية أقسام العلم قسموا العلم إلى ثلاثة أقسام أساس هذا التقسيم هو أن العلم فيه ما هو نافع وفيه ما هو مضير القسم الأول من العلم قالوا هو العلم الواجب من اسمه واضح حقه العلم الواجب يعني شنو علم واجب يعني يجب على الإنسان أن يتعلم هذا العلم مثل شنو مثل لو إنسان مبتلى بالشك في الصلاة مثلاً من باب المثال فقط شخص ابتلى بالشك في الصلاة مثلاً بين الركعة الثالثة والرابعة هنا الفقهة شنو يقولون لهذا الإنسان اللي شك يجب عليك أن تتعلم مسائل الشك في الصلاة بين الثالثة والرابعة ليش يجب عليه؟ لأنه هو مبتلى بهذا الشك لكن لو إنسان آخر مو مبتلى بهذا الشك يقولون لي واجب أن تتعلم هذه المسألة؟ لا مو واجب مثال آخر الإنسان اللي يمتن مهنة الذباحة اللي نسميه في عرفنا القصاب هذا الفقهة يقولون ليه يجب عليك أن تتعلم مسائل الذباحة ليش واجب عليه؟ لأنه محل ابتلاءه كذلك الإنسان الذي يكون في معرض الشبهات يعني إنسان يعيش في جو كثير ما يثيرون الشبهات عليه العقائدية هذا يجب عليه أن يتعلم ما يحصن به عقيدته يعني كل العلوم التي ترتبط بمصير الإنسان وبعاقبة الإنسان تدخل في هذا القسم أن يجب على الإنسان أن يتعلمها إذلك الفقهة في بداية رسائلهم العملية عندهم هذه الكلمة المشهورة يجب على المكلف أن يتعلم المسائل والموارد التي تكون محل ابتلاء له المسائل التي يكون الوحي يبتل بها لازم يتعلمها لكن المسائل التي لا يبتلى بها مواجب يتعلمها هذا هو القسم الأول القسم الثاني من العلم هو العلم المباح وهذا تدخل تحت أكثر علوم الموجودة حالياً أكثر العلوم تدخل تحت هذا القسم وهو أنها علوم مباحة يعني شنو مباحة؟ مواجب على الإنسان يتعلمها ولو تركها ما يكون مأثوم مثل شنو؟ المرياضيات مثلاً المرياضيات من العلوم التي ليس واجب على الإنسان يتعلمها إلا إذا كان يبتلى في مسائل معينة بحيث أنه قد يقع في خطأ شرعي ذلك الوقت يواجب عليه منها لما يتعلم الإنسان فن الإلقاء ماهو أنا لما أجي أمام الجمهور ماهو ألقيه؟ هذه يسمونها علوم علم مباح أو فن مباح يعني شنو؟ لو الإنسان تركه الله لا يحاسبه لكن لو تعلمه قد يكون شنو؟ يكون مدخل الخير إليه قد يكون مدخل الحسنات إليه هذه العلوم هي العلوم المباحة ومن ضمنها لو تعلم الإنسان كل المسائل الفقهية ما قلنا في القسم الأول؟ أن واجب على الإنسان العلم الواجب أن يتعلم مقدار ما يبتلى به لكن لو هو تبرع درس الرسالة العملية للفقه كاملة حتى اللهم هو محل ابتلى إليه هذا يدخل نفسه تحت العنوان أنه العلم المباح أنه يثاب على العلم على هذا العلم القسم الثالث من العلم قالوا هو العلم الحرام نجهني نسأل سؤال هل من العلم شيء حرام؟ يعني في علوم الواحد لما يتعلمها يكون ارتكب حرام؟ نعم من ضمنها علم السحر من ضمنها الشعوذة من ضمنها الكهانة الكهانة التي يذكرونها الفقهاء وهي أن يبحث الإنسان عن المغيبات يعني بيشوفه يشرح حياته في المستقبل ويستخدم أحد من مخلوقات الله في ذلك يعني مثلاً يسخر أحد من الجن إن صح ذلك أو يستعين بشخص يقول أنا والله عندي اطلاع على المغيبات يقولون الفقه هذا يحرم على الإنسان أن يتكهن ففي الرواية عن أبي بصير أبي بصير أطوال الله تعالى عليه عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال من تكهن أو تكهن له يعني مو هو فعل الكهانة إما هو فعلها أو أنه رحل أحد يسويها إليه قال فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذه علوم وقسم من العلوم محرمة يعني حرام على الإنسان يروح يتعلم بعض العلوم التي فيها مضر إلى الناس إلى البشرية كما ذكرنا السحر والشعوذة والكهانة أبرز الأمثلة لكن الفقهاء يذكرون هنا مسألة طبعاً هذا المتخصص ليس لكل الناس أن إذا توقف تعلم العلم على إبطاله هنا يجب على من يستطيع يعني مثلاً أنا ما أعرف السحر لكن لو تعلمت السحر أنا أقدر أبطل كثير من السحر اللي يصنع يقولون هنا يجب علي أن أتعلم من هذا الباب فقط من باب تعلم السم لأجلي أن أتوقاه هذا هو بالعنوان الثاني كما يذكرون النقطة الثالثة ما الغاية من العلم نحن في ليلة مولد مولانا الإمام الباقر عليه السلام هذا الإمام الذي قال فيه جده المصطفى صلى الله عليه وآله أنه يبقر العلم بقرة في رواية جابر المشهورة التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ستدرك ابني محمد بن علي ذلك الذي يسمى الباقر فإنه يبقر العلوم بقرة فأبلغه عني السلام زين مولانا الإمام الباقر عليه السلام أيقونة العلم في مدرسة أهل البيت إذا أردنا أن نتأسى به فلنعرف أولا ما الغاية من العلم يعني شنو الفائدة اللي أنا أرجوها لو جي تتعلم لأن الشيء بلا فائدة بعد الإنسان ما يسعى إلى شيء بلا فائدة يعني لابد الإنسان تكون توضح عنده الفائدة عشان يسعى إلى مقصوده الفائدة أو الغاية من العلم سأذكر فائدتين الفائدة الأولى هي كما ذكرنا في أول الكلام أن العلم هو غذاء الروح يعني الإنسان اللي يتعلم حقيقةً هو قاعد يغذي نفسه وروحه بغذائها الصحيح الإنسان الذي لا يتعلم ولا يغذي نفسه بالعلم هذا حقيقةً يسمونه ميت يمشي على رجلين يعني الإنسان عندما يهمل بعده الروحي يعني فقط يحصر نفسه في البعد البدني هذا موحي هذا ميت لكن يمشي على بجلين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها المفسرين عندما أتوا إلى هذه الآية قالوا أن المقصود بالقلوب في الآية ليس القلب إنما العقل يعني أنهم لهم عقول واش فيها؟ معطلة عقول معطلة ثم قالت الآية ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل يعني أدنى من البهائم أولئك هم الغافلون يقول أهل المنطق أن الحواس الخمس هي مداخل العلم يعني العين البصر يعني والشم والتذوق والسمع واللمس هذه حواس الخمس يقولون هذه مداخل علم يعني شنو مداخل علم؟ إذا أردت أتعلم أي علم نابد يدخل أولاً عن طريق هذه الحواس أحد هذه الحواس لذلك قالوا من فقد حساً فقد علماً الحواس الخمس هي مداخل العلم فالذي يعطل هذه الحواس ما يتعلم بها؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا كالأنعام كالبهائم بل قد ربما يصل إلى مرحل الإنسان أضل من البهائم أقل من البهائم هذا الذي يتبع شهواته ويترك ما فيه غذاء لروحه هذه الفائدة الأولى أن العلم غذاء الروح الفائدة الثانية أن الإنسان بمقدار ما يتعلم يرفع من درجته عند الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني أن الإنسان كلما تعلم كلما ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى ويثاب على تلك الدرجة يعني كلما أنا أجل أتعلم حقيقتنا ماذا أسوي؟ المرتبة ما التي قاعد أرفعها فكلما أفعل من الخير يكون مو مثل الإنسان العادي عندنا في الرواية أن نوم العالم خير من عبادة العابد يعني الإنسان اللي ينام على علم شوف هذا نايم على علم ثواب أكثر من ذلك العابد الذي يتعبد من غير علم في الرواية عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا بمقدار ما الإنسان عنده رصيد وعنده عقل يكون ثوابه يعني لو نفرض من باب الفرد فقط لو أنا عقلي مثلا خمسين بالمئة يشتغل خمسين بالمئة فيه علم يوم القيامة الثوابي على هذا القدر اللي أنا فعلت فيه عقلي أما ذلك الإنسان الذي يفعل عقله بأقصى درجاته مئة بالمئة يكون ثوابه أكيد أكبر مني أنا ليش؟ لأنه رفع حصيلته رفع درجته فكلما تعلم الإنسان كلما رفع درجته في الثواب وكذلك في العقاب في الرواية كان عابد في بني إسرائيل يتعبد الله سبحانه وتعالى في جزيرة خضراء عابد يعني احتزل الناس وقعد في جزيرة خضراء في وسط البحر يتعبد دون مزاحمة تقول الرواية مر على تلك الجزيرة ملك من الملائكة فقال لله سبحانه وتعالى إلهي أرني مقدار ثوابه فأطلع الله سبحانه وتعالى الملك على مقدار ثواب هذا العابد فاستقل له قال بس هذا هالمقدار بس ثوابه رجال راكع ساجد مقاعد مكانه بس هالمقدار هذا القليل ثوابه فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذا الملك تمثل له بشرا وانزل للعبادة معه تقول لي الرواية نزل الملك الملك مع هذا العابد وبدأوا إياه في العبادة فترة اللي أخذوا شوية راحة عن العبادة الملك يعني خاطب هذا العابد قال إن مكانك لنزهة يعني مكانك مو مكان عبادة مكان مال واحد يرفع عن نفسه مكان مال واحد حق سياحة مو مكان عبادة فقال له صدقت لكن لو كان لله سبحانه وتعالى حمار ليأكل هذا العشب حتى لا يضيع هذا العشب التفت الملك الملك قال له ماذا تقول أليس لله حمار قال نعم أليس لله حمار يخلقه ليأكل هذا العشب حتى لا يضيعه فعند ذلك أوحى الله إلى الملك إنما أثيبه على قدر أقله هذا أقل بهالمقدار يعبد لكن شغل باله في وينه عندنا عشب ويش قد هذا وين نودي حين هذا هذا بيبع خسارة ليش الله سبحانه وتعالى معقوله ما يقدر يخلق عزكم الله حمار عشان يأكل هذا العشب فيقول الله سبحانه وتعالى إنما أثيبه على قدر أقله فكل ما تعلم الإنسان كلما ارتفع ثوابه وارتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى قبل لا أختمهني قد يسألوا البعض هذا السؤال يقول على أوضاعنا الحين وحياتنا اليومية وانشغالاتنا ما تطلب مننا أن نتعلم يعني التعلم يبلي الواحد يفرغ نفسه يروح يقعد بين يدي أستاذ أو يأخذ كتاب ويقرأ الكتاب نحن ما عندنا هذا الوقت كله البعض قد يسأل هذا السؤال يعني حين تحثيتنا على طلب العلم لكن وقت ما عندنا لشغالات كثيرة في الحياة فما هو الحل لذلك الحل جداً بسيط طلب العلم ليس متوقفاً فقط على الحضور بين يدي الأستاذ نعم هو أبرز المصادق لأن الإنسان لا يتعلم يا أستاذ وأفضله بعد ما عنده وقت لقراءة كتاب عنده وقت إلى ماذا عندنا كم من الوقت في اليوم نحن يروح من بين إيدنا ونحن فقط من مكان ل مكان نروح في الشارع نقضي مشاورنا لماذا لا نأخذ مقدار من المحاضرات والعلم الذي في صدور علمائنا اللي يبثونا في عشرة الحسين سلام الله عليه أو في شهر رمضان نجب على لنا شوية محاضرات مفيدة ونحن في الطريق نسمعها هذا أي قد سيكسبنا علم في الرواية خير أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه أعلم الناس ويأخذ العلوم اللي عند الناس وبعد يضيفها إلى علمه هذا يكون أعلم الناس كم تقتصر علينا من الوقت هذه إنسان يأخذ هذه القطعة نسميها فلاش الممري حت فيها محاضرات مفيلة إليك شخصيات كثيرة عندنا في مذهب أهل البيت شخصيات تصنع الإنسان تصنع إنسان مثقف إنسان بدرجة متعلم تصنع هذه المحاضرات أنا أخذها في الطريق رايح الشغل جاي من الشغل طالع مشوار في السيارة تشتغل أي قد من المعلومات أنا راح أشرع من حصيلتي هذه من ضمن الطرق التي يعني لا تترك يحتاج الإنسان ولها لماذا؟ لأن الدنيا سريعة في المضي الوحن ما يلتفت من العشرين ثلاثين وصل خمسين وصل ستين انتهت الحياة سبعين ثمانين لكن لو استفاد استفاد هذه الاستفادة البسيطة جعل إلي بعض المحاضرات خلاها في السيارة أي قد راح يستفيد أي قد راح يتعلم راح يضيف إلى نفسه من هذه العلوم الموجودة في تلك المحاضرات لذلك كان مولانا الإمام الباقر عليه السلام أيقونة العلم في مدرسة أهل البيت عليه السلام كان هو العالم الذي بقر علم الأولين والآخرين كما أسماه جده صلى الله عليه وآله من ضمن علومه عليه السلام أنه كان عنده علم كما هو شأن آبائه وأجداده وأبنائه علم خاص من الله سبحانه وتعالى علم أكسبه ولاية تكوينية بحيث أنه يتصرف في الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى رواية ينقلها أبو بصير أبو بصير طبعا ليس الذي نقلنا رواية سابقة عنها هذا أبو بصير يسمى الأعمى أبو بصير غير ذاك المشهور يسمى أبو بصير الأعمى يقول أبو بصير دخلت على الإمام الباقر عليه السلام فسألته سؤالا أنتم يسأل الإمام أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجاب الإمام عليه السلام نعم ثم سأله سؤالا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارث الأنبياء فقال الإمام عليه السلام نعم ثم قال له فأنتم يا أهل البيت تقدرون على أن تحيي الموتى وتبعوا الأكمه والأبراص فقال الإمام عليه السلام نعم بإذن الله ثم قال الإمام الباقر عليه السلام ادن مني يا أبا محمد يقول أبو بصير اقترب إليه يقول أبو بصير فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيني الإمام الباقر مسح على وجه أبو بصير وعلى عينه يقول أبو بصير فأبصرت فأبصرت السماء وأبصرت الأرض وأبصرت البيوت يعني رجع إلي بصري بكف الإمام الباقر عليه السلام ثم قال لي يقول أبو بصير قال للإمام الباقر أتحب أن تكون هكذا تحب نخليك بعينين لكن لك ما للناس وعليك ما عليهم نخليك بالبصر لأنت عندك لكن يوم القيامة لما يجي الله يحاسبك يحاسبك مثل باقي الناس ما يحاسبك حساب خاص أم تكون لك الجنة خالصة أو لا نرجعك مثل ما كنت لكن نضمن إليك الجنة خالصة من الله سبحانه وتعالى شنو قال أبو بصير أعود كما كنت أعود كما كنت فيقول أبو بصير فمسح الإمام عليه السلام على عيني فعدت كما كنت هذا هو علم الإمام الباقر عليه السلام ليست علم مثل علمي أنا وأشباهي علم الإمام الباقر علم خاص من الله سبحانه وتعالى لا يحصل لإليه نسيان لا يحصل لإليه غفلة لا يروح هذا العلم منه لماذا؟ لأنه من العلوم الخاصة من الله سبحانه وتعالى هذا العلم الذي يكسب الشخص ولاية أكوينية ماذا ولاية أكوينية يعني؟ يمكن أن يصرف في أي شيء بإذن الله سبحانه وتعالى نحن عدنا اعتقاد أن علوم أهل البيت عليهم السلام من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مولانا الإمام الحج عجل الله تعالى خرجه علومهم من الله سبحانه وتعالى بمعنى شنو؟ عند ولاية تكوينية بإذن الله يغير كل شيء يقدر يغير كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك نحن عندما نتوسلوا بهم ونستشفعوا بهم ونتعرضوا إلى ذكرهم في مثل هذه المناسبات نحن حقيقة ما نفعل؟ نتعرض إلى الرحمة التي في بيوتهم نتعرض إلى العلم الذي الله سبحانه وتعالى خصهم به لذلك إحياء مناسباتهم هو تعرض للرحمة التي نزلت في بيوتهم نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين